شوان ابدي ارسم وكون راضي عن نتيجة نهائية ومن اول تجربة قبل ما ابدي ارسم اكون مجموعة شغلات القواعد اني اساسية اني لازم اطبقها حتى تعكس على الخط واللوحة اول شغلة انه لازم اقوي خط ايدي اقوم مجموعة التدريبات انا لازم اسويها حتى خط ايدي يقوى بالرسمة بالتضليل بكل شي هذي التدريبات تحسن وهي نماذجة من التدريبات اللي تحسن الخط وتخليه اكثر سلاسة وقوة بالرسمة وكل هذا يعكس بالنتيجة النهائية على الرسمة انا هنا مستخدمة درجة ال HB اللي هو قلم عادي رح ابدي امرن ايدي شوائن هنا اتحرك ايدي رح ابدي ارسم اشكال الدائرية مدورة مقاوسة مجموعة التمرينات بسيطة هي بس تقوي خط الايد والاستمرار عليها راح تشوفوا النتيجة كلش حلوة على الخط بالرسم وحضيفلكم صورة مجموعة التدريبات تقدرون توقفون الفيديو وتاخذوا لها سكرينشوت وتطبقوها تقدرون تتزويالي على الانستجرام ثاني ان شاء الله هي التخطيط التخطيط وتحليل الصورة او المجسم انا ايش اجي ارد ارسمه ارجع الاصلة الشكل الحندسي اللي هو اذا اشوف اذا يشبه الدائرة او المسطوانة او مثلث او مكعب او مستطيل وغيرها هذي تسهلي اخطط الاوتلاين مالتي حتي يطلع مقارب درجة كلش كبيرة للشكل الحقيقي او الشكل اللي اريد ارسمه يعني مثلا نجيب ايشي قدامنا نقدر انو نطبق عليه هذا التحليل الهندسي عندي هذه القارورة اخذ الاوتلاين مالتها اللي هو يشبه الاصطوانة اجي ارسمه اشوف شنو بيها تفاصيل منا نحناء منا نحناء ومنا انتفاخ راح احاول اجي اطبقها على الاصطوانة اللي اني رسمتها اخذ منها كل التفاصيل شوية شوية وعلى كيف وما استعجل الآن هنا انا رسمتها رسمة تويحية طبعا وما خطي القياسات بالمبوض بس يعني حتى توصل لكم الفكرة تشرح جسم الانسان انا جسم الانسان ما اريد ارسمه لازم اعرفه من الداخل للخارج حتى اكون جاي بكل القياسات الملبوضة ويطلع حلومه جسم جهة كبيرة جهة صغيرة او محلوة يكون متناسق او متناسق وهاي مجموعة من الصور اللي تعرف على جسم الانسان مثلا وشان طريقة رسمها والتفاصيل ربعا لازم اتعلم الظل و الظوة احنا كل شي نشوفه هو عبارة عن انعكاسات للظل و الظوة وتطينه الشكل النهائي يجسم الصورة في كل شي مهم اعرف الظل و الظوة وشون اجانسة وشون الاشي وهذه كل هالتفاصيل صغيرة تأكس عن صورة وتطلع لي شي حلو حتى لو من اول تجربة اذا اطفق هاي الشغلات رح يطلع لي نتيجة حلوة واني نفسي رح انبهرب شغلي و اكون راضي علي وهاي مجموعة من الاشكال هي و انعكاساتها الظلية حتى بينكم شون الظل وهو ينطي تجسيد للشكل الخامسة هي اختيار الصورة المناسبة انا توني دا اتعلم توني مطبقة هاي الاشياء والقواعد الاساسية اجي اريد ارسم صورة ارسام عالمي ادي بالنهاية النتيجة من راح اشوف رسمتي وقارنها بصورة يعني لا تقارن فهنان راح يصار عندي احباط راح اقول انا بفاشلة انا مرسام واني ما عندي اصلا مهبة او حتى ما يخرب واسم اصلا من الهواية اذا انا شنو الجديد دا ارجي اريد ارسم و اتعلم لي فد يعني فد هواية حلوة اوكي راح يصار عندي احباط كلش كبير وبالنهاية راح اعوف القلم اوف كل شيء ادي نرسم صور بسيطة باشياء بسيطة اخلي تفاحة قدامي كوب استقلال من بعيد و ارسمه اخذ الاوتلاين مالتها بعدين نحدد مصدر الظواء و اخططها و ادمجها تظل و بطوة و راح تشوفون شون النتائج سكون حلوة ان شاء الله مثلا تفاحة لذيذة ارسمها او بطل ماي حتى نذكرها من شرب ماي و نبدي باشياء سهلة و مفيدة يعني الامضل انه تسوون اجواءكم كل شخص يسوي اجواءه بالرسم يساعده يحفزه انه يرسم انا مثلا شخصيا احب احط شمعة احب موسيقى احب اكل من ارسمين احب اكل لي شغله و هم حسنا ان شاء الله يارب تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا و ان شاء الله نلتقيكم في الحلقة جاية لا تنسوا الاشتراك واللايك و اتمنى تحطون رأيكم بالتعليقات